مرحبا المتشبعين الكرام اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد ان شاء الله هذه ابرز العناوين حارس المنتخب المغربي ياسين بونو يخرج بتصريح مفاجئ بخصوص وليد الرقراجي والمنتخب المغربي اكد ياسين بونو حارس المنتخب الوطني المغربي ان الناخب الوطني وليد الرقراجي ابان على انه يملك القدرة للعمل على العديد من الاشياء المهمة لصالح المنتخب الوطني واضاف بونو في مقابلة له مع قناة انفانت كاتخ تيفي ان الرقراجي اظهر انه موجود من اجل تحقيق الانتصار ومعه يمكن لهذا الجيلة ان يترك انطباعا قوي لدى الجمهور موشرا الى انه يعمل على نقل هذه الطاقة لللاعبين واوضح حارس المنتخب المغربي ان المباراة الوديتين امام كل من تشيلي والباراقوي كشفت للمجموعة الكثير من النقاط القوى في الفريق الوطني وايضا بعض الاشياء التي يجب تصحيحها واشار ياسين بونو الى ان لاعبي المنتخب الوطني المغربي واجهوا منتخبين مهمين يتميزان بالقوى مؤكدا انهم امام تشيلي كانوا رائعين وضد البراغواي اظهروا الكثير من الانسجام وهذا كله ايجابي وختم حارس المنتخب الوطني المغربي تصريحاته بالاشارة الى ان اسود الاطلس يتمتعون بالقدرة على مواجهة اقوى المنتخباته ولديه امتقى المطلقة في انفسهم وفي الناخب الوطني وليد الرقرق شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله